كلنا بنهتم إننا نعلم أولادنا أحسن تعليم كل أب أو أم مننا بيكون فرحون جداً لما بيشوف ابنه متفوق في درسه بيكلم لغة أو اثنين أو ثلاثة ودايماً بنحاول نشجعهم إن هم يبقوا بيكلموا اللغات تانية بطلاقة ولكن هل ده معناه إن احنا ننسى لغتنا الأم اللي هي طبعاً اللغة العربية هل ده معناه إن احنا نوصل لمرحلة إنه كل كلامنا مع بعض يبقى بأي لغة تانية غير اللغة العربية لأن الموضوع وصل لمرحلة إنه فعلاً بقى فيه ناس بطلة تتكلم عربي أو بتعتبر إنه الكلام بلغة أجنبية تانية ده مظهر من مظاهر الرقيق الاجتماعي عشان كده أطلق موقع اليوم السابع خلال يومين اللي فاتوا مبادرة مهمة جداً لفتت انتباه السوشيال ميديا بشدة وهي مبادرة التكلم عربي وهي المبادرة اللي بتدعو الناس إنهما يقللوا شوية الكلام باللغات الأجنبية مع بعض ونتكلم باللغة العربية اللي هي لغتنا الأم وعشان نتكلم أكثر عن الموضوع ده هيكون معنا دلوقتي على زوم الدكتورة رندا إديب أستاذة أصول تربية الطفل ووحدة من القائمين على المبادرة